بنقطيع بأنواع الأبيتايزرز باكت كاممبير مع جبنة البري رح نحط على وجون مربع ومجموعة من المكسرات فينا ناكلهم بالخبزة أو بالكراكرز كمان هالجبنة رح بتدوب بالتم والوصفة كتير سهلة يلا نستمتع ثوابته حضيرة رح نبتدي وصفتنا بتقطيع قالب جبنة الكاممبير بالطول و بالعروض من بعدها رح بنقلهم على كاست ايرون وكمانا فينا ننقلهم على فخارة صغيرة بنقدر ندخلها على الفرن رح نقطيع جبنة البري وبالنسبة للمكسرات بهيد الوصفة رح نستعمل فستق الحلبة جوز البيكان وافرمون كتير منيح من بعدها رح نزيد عليهم اللوز شرايح وبالنسبة للمربع بهيد الوصفة فينا نستعمل مربع الفرز أو مربع الكرز منزيد عليهم ملعقة كبيرة وهيك خلطتنا بصار جاهزة من بعدها رح بحط مقدار ملعقة كبيرة من مربع الفرز على جبنة الكاممبير رح نزيد عليهم خلطة المكسرات دخلونا على فرن محمد مصبعا بحرارة 200 رح ياخدو تقريبا 10 دقاية إلى 15 ديئة وهيك وصفتنا بتكون صارت جايزة الفتحوهانا على قلبكن جميعا بشوفكم بفديوهات جديدة